القصيدة للشاعر علي حسن جمعة لك تهفو كل عين وبكم غنى الحنين يا هوا في أضلعي يا نور عيني يا حسين لك تهفو كل عين وبكم غنى الحنين يا هوا في أضلعي يا نور عيني يا حسين يا هوا في أضلعي لك تهفو كل عين وبكم غنى الحنين يا هوا في أضلعي يا نور عيني يا نور عيني كم ذاب قلبي سيدي وكم تأذت روحي وكم رانات نفسي لكم بالخاطر المفضوح أهن وسيكي للهوى قد بلغت تجريحي طال النوى والناوح لا يخفو فسكت نوحي يا غاية التماني نحو الطفوف خوذني يا غاية التماني يا غاية التماني نحو الطفوف خوذني حنت إليك عيني والدمع لا ينسيني كيف ينسيني وأهين ولكم في كل عهين منزل فزنا به سناه بين الحرامين منزل فزنا به سناه بين الحرامين لك تهفو كل عهين وبكم غنال لك تهفو كل عهين وبكم غنال يا هوان يا هوان في أغ يا نور عيني يا نور عيني يا هوان يا هوان في أضلعي يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا حسين أفلح من صلى على محمد وآل محمد أحسنت وطيب الله أنفاسك لجنة التحكيم الأخ أبو صالح تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي أبو علي طبعا بدأت بطبقة جدا جميلة في قضية المستهل دخلت في الوزن الأول ما زلت محافظة على موضوع الطبقة بشكل جميل فأدائك كان أفضل بين المستهل ووزن الأول نزولا إلى الوزن الثاني بدأت تطلع في طبقة ما فيها تناسق مع الوزن الأول أيضا دخولك على المستهل في النهاية كان مختلف عن طبقة الأصلية في المستهل في الكسرة تختلف الطبقة فصار في حالة إرباك بالنسبة إلى المستمع فأدائك ولله الحمد جيد فيحتاج إلى تنسيق أكثر بين الطبقات وبين الأوزان والرجوع إلى المستهل مرة ثانية وفقك الله لكل خير الأخ جحفر الدرازي كيف تقيم الصوت؟ بالنسبة للصوت الصوت جميل الأداء هم جميل ولكن ما أخذ اللي هو الطبقة الصحيحة في الصوت فبالتالي أثرت عليه وكان صوته ما شي صح بعدين ارتفاع الصوت في كسرة اللحن ما قدر يعطيه دورها الصحيح فبعض التنشيز موجود ولكن إن شاء الله في المستقبل لازم تنظر إلى أن إذا كنت بديت بداية وتشوف أن أدائك فيها صح تحمل على أن فيه عندك ألحان رفيعة فهذه الألحان رفيعة لازم ترد تعيد هيكلة اللحن من جديد أني ما تقدر تعيد باعتبار أن العزة خلاص فأتمنى أنك أنت دائما تشوف أين ارتكاز الصوت تمشي عليه يعني أو صادق طبقة الصوتية اللي اختارها صح أو خطأ الآن ما كانت مناسبة له باعتبار أنه إيش يعني هي صحيحة ولكن هي زينة هي زينة كبداية ولكن يوم كان فيه رفع صوت اتعب نشاز يعني ما نقول نشاز وإنما ما يقدر ما يقدر ياخذ الطبقة الرفيعة باعتبار أنه نعم يعني ما يقدر يتحكم أحسن تم صادق علي حمادي شنون تقيم اللحن الإحساس الإحساس في اللحن جدا جميل ومرهف طبعا اعتمد على مقام الكرد وجمالية مقام الكرد في إحساسه المرهف الدخول إلى الأداء الفردي كان منساب جدا مع المستهل مع بعض التأثرات في الأداء الفردي ولكن بشكل عام اللحن جميل جدا إن شاء الله دائما موفق الأستاذ حبيب شكرا لك حسن محسن دهنيم على هذه القصيدة التي أديتها بشكل جميل تتمثل هذه القصيدة في مضمونها بحالة الحنين والشوق للإمام الحسين عليه السلام وقد عبر الشاعر عن هذه الحالة بصور جميلة حيث في المستهل غنى الحنين الهواء في الأضلع ذوبان القلب حيث اتصور الشاعر أن هذا الحب له سكين بالغت في التجريح جميل منه هذه الصورة ولكن لو بالغت في التجريح إلى حد الأذى جميل منه هذه الصورة لكن لو تخلص من هذه الصورة إلى أن هذا الأذى جميل أو أن هذا التجريح جميل يصنع الإنسان بحيث يوازن بين هذا الأذى وبين نتيجة هذا الأذى أو أثره أيضا التفاتك إلى تأدية القصيدة بلحن جميل يتناسب مع وزن فاعلات فاعلات ومجزوء الرجز مستفعل مستفعل جميل أيضا لكن أعتقد هنا وأيضا ملاحظة أخرى هو جميل منك إلقائك المستهل في البداية بين غير اللحن كتوطئة للدخول للقصيدة بحيث يحفظ جمهورك هذه الكلمات فهذه جميل جدا الرواديد مهم جدا الاهتمام بالمستهل وقد ضعف في هذه الفترة أحيانا الاهتمام بالمستهل فجميل منك ما فعلت أنك ألقيته ثم بدأت بتلحينه لكن هناك حاجة إلى تبني القصيدة بشكل أكبر كنت تبنيتها حينما كنت تنطلق خارج الورقة لكن تحتاج إلى تبني القصيدة من خلال النبر والتركيز على بعض الكلمات التي تمثل المعنى الأساسي في القصيدة بحيث تصل القصيدة إلى الجمهور بشكل جيد شكرا لك على تقديم هذه القصيدة شكرا لك شكرا لك